لقاء المشترك إعلان دولة روسيا والصين دعمهما وتأيدهما لثورة الشعب في اليمن المطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس صالح ورحب الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك محمد قحطان بالدعم الروسي للمبادرة الخليجية التي تقضي بتنحي الرئيس صالح عن السلطة وتسليم صلاحياته لنائبه محيّن أيضا الموقف الصيني الداعم والمؤيد للمبادرة ذاتها وكان مبعوث للرئيس الروسي ديمتري ميدفيدف قد وصل إلى العاصمة صنعاء في إطار المساع والأنشطة الأوروبية المتعلقة بالأزمة اليمنية حيث التقى طرفي السلطة والمعارضة في اليمن واعتبر محمد قحطان الدعم الروسي للمبادرة الخليجية مكملا لحلقة الإجماع الدولي على ضرورة تغيير نظام في اليمن والبدء الفوري بانتقال آمن وسلس للسلطة وفيما يتعلق بالموقف الصيني قال قحطان إن الموقف الصيني المؤيد والداعم للمبادرة الخليجية يأتي ليؤكد وقوف جمهورية الصين الشعبية إلى جانب المطالب العادلة للشعب اليمني في الحرية وحقه في التغيير والإصلاح مشيدا في السياق ذاته بالمواقف الصينية الداعمة للشعب اليمني منذ وقت مبكر والمتمثلة في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية التي استفد منها كافة الشعب اليمني